وعد وزير شؤون البلدية المهندس وليد المصري المستثمرين في قطاع الإسكان في محافظة إربد بمعالجة كافة القضايا والمعقات التي تواجههم والمتصلة بعدم الموافقة على إفراز الشقق السكنية في البنايات المخالفة وقال خلال لقائه مع المستثمرين نظمته غرفة تجارة إربد إن الحكومة تدرك الأعباء التي يتحملها القطاع في توفير السكن لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود مؤكدا أن ذلك لن يكون على حساب الإخلال بأحكام التنظيم والقوانين والتعليمات وأكد أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على دعم البلديات ومنها إربد نظرا لحجم الأعباء المترتبة عليها جراء لجوء السوري والتزايد الطبيعي للسكان مؤكدا أهمية الحفاظ على طابعها الديمغرافي وعدم السماح بانتشار البناء العشوائي الذي يتنافى مع كونها مدينة عصرية هذا التاريخ لا يوجد أي مخالفات للقوانين والأنظمة المعالمات المخالفة سابقا صنفناها لمخالفات بسيطة ومخالفات متوسطة ومخالفات يمكن صعب معالجتها الأولاني البلدي وهندسة البلديات بحلوها الخفيفة المتوسطة بدأت تنظيم أعلى والأخرى سوف ينظر فيها لاحقا كيفية آلية معالجتها سواء بتصويم المخالفة أو بالترخيص بطريقة حسب الخاصة